كما كنت أقول عزيزي برج الدلو أنت متسامح كذلك لست فقط كريم بل متسامح بالزاف وقوتك الداخلية قوتك الداخلية هي أنك عندما تريد شيء مثلا تريد قطف نجمة من السماء وليس أي نجمة ليس هذه أو هذه لأن هناك نجم مختلفة هناك نجم زرقاء هناك نجم بيضاء وحمراء وبرتقالية وصفراء يعني أنت ليس أي نجمة أنت تريد هذه بالذات وبالتحديد وعندما تريد شيئا أن تتصل إلى ما تريده هذه هي قوتك الداخلية عزيزي برج الدلو يعني أنت تريد أن تملك هذه النجمة نعم هذا فقط مثال لذلك ماذا يجب عليك أن تفعل أن تودع كل ما يبعدك من نجاحك ومن أهدافك يعني أن تودع كل الطاقات السلبية وكل ما يرسم لك أن هذه الأشياء وهذه الأهداف صعبة أو مستحيلة يعني طاقة سلبية أو يقولون لك مثلا لا يعزيزي هذا الشيء يعني فق يعني نضل أنت تحلم أو كن واقعي أو أنت تحلم استيقظ كل هذه كلمات سلبية طاقة سلبية ابن صور واجعل هذا الصور الغير مرئي الذي يحيط بك ويحميك تعود هذه الطاقة لصاحبها يعني تعود لمن يرسلها لماذا عزيزي لأني أرى هناك هنا كرتات الحزن الكثير من الحزن عزيزي برج الدلو لا تخليوني نحط الكرت واو ونطلكم أنت ستودع الطاقة السلبية لكي تصل إلى مبتغك يجب أن توضع الطاقة السلبية وهذا ما استفعله وخا قلنا أنك ستودع طاقة السلبية وخا أنت تحلم أنت إنسان تحلم نعم أنت تحلم ترسم أحلامك أنت إنسان يعني تؤمن بأن الأحلام تتحقق وخا وهناك طاقة السلبية تقول لك استيقظي فلان يعني طاقة السلبية وهذا يعني تمنعك تمنعك هذه الطاقة تمنعك وتجعل ذبذباتك تنخفض وخا تدنو لذلك أنت عزيزي إذا كنت تحلم فاحلم هناك هذا الكاتب وشاعر هذا الشاعر إدغارا لامبو وهو كذلك سبحان الله هو كذلك برجه أدل يقول شوفوا يقول أن الذين يحلمون خلال النهار هم واعون ويعرفون واعون بالعديد من الأشياء أشياء تهرب من الذين يحلمون فقط بالليل تفهمون يعني الأحلام عزيزي الأحلام تهيئ وإعداد لما سيحدث لك في حياتك لذلك أحلم أحلم في الأحلام وتتحقق وخا ولا تترك هذه الطاقات تمنعك من أن تصل إلى أهدافك وخا أحلم وارسم ما شئت في خيالك بالنسبة للبعض منكم أرى أرى ربما رحيل رحيل إلى بيت جديد وكذلك عمل عمل جديد أو مشروع جديد لكن سترتاح سترتاح بزف هذا العمل ووراء هذا العمل نجاح كبير وخا سيكون عمل ناجح إن شاء الله بالتوفيق وكذلك أرى أن هناك صفر إلى مكان جميل جدا كنت تحلم به تطغى هنا الأحلم الأحلم أنت تحلم كثيرا وخا تحلم كثيرا وكل ما في بالك سيتحقق إن شاء الله بالتوفيق هذا كنت أقول نعم هناك صفر إلى مكان جميل بزف مكان أخضر جميل جميل بزف عزيزي برج الدلو قبل منسى لونك هذا لتتحقق أحلمك ليكون لونك هذا العام اللون الأزرق الأزرق الذي هذا الأزرق الذي هو يعني بحال بلتي نشوف بحال هذه الأزرق يعني بحال توكوز الذي هو الأزرق البحري الأزرق السماوي يعني الأزرق الذي هو خالط ما بين الأزرق والأخضر وهذا الأزرق تفهمون يعني الأزرق السماوي هذا سيكون لونك لأنه لون السلام لون الوئام ولون الوصول إلى ما تريده لكن بيقين وبسلام يعني وراء هذه الأحلام هناك يقين بأنك ستصل إلى ما تريده لكن كيف بالكثير بالكثير من السلام الداخلي والوئام هذا من جهة بالنسبة لمن ليس لديه حبيب تهي من هنا العاطفة تهي من بزف بزف العاطفة يعني رأينا في قراءة أخرى هناك روحانية الأخرى في النجاح مادي لكن هنا تهي من العاطفة بزف بزف يعني كارتات غريبة اليوم هناك الكثير من المعاناة أرى الكثير لكن بالتي لنرى لمن ليس لديه حبيب عزيزي برج الدلو أرى أن الأهل يصرون على أنه يعني وقت الزواج وعليك أن تتزوج يعني هذه الأشياء يعني نراها عادية في البلدان العربية يعني تصل المرأة إلى سن معين صفي كبرتي ويجب أن تتزوجي لا وأنت عزيزي برج الدلو أنت تحلم أنت تحلمين أنت أرى حتى خطوبة خطوبة لكن هذا الشخص ليس حبيب الروح ليست هو أمره وأنت كما قلت أنت يعني تؤمن بالحب وبأمير الأحلام وهناك من جديد الطاقة تكوني واقعية استيقظي هذه الأشياء تحدث فقط في الأحلام وفي الأفلام وأنت تريد أن تحقق حلمك لذلك أنا أصر دائما استمعوا لكل القراءة لأنها في الحقيقة مهما كنت عازب مطلقة أرمالة لديك حبيب فهي طاقة واحدة وأكيد أنها هناك رسالة في كل القراءة وخا نواصل إذن عزيزتي أرحتها خطوبة لكنك أنت يعني ربما هو فقط يعني هي فقط يعني إصرار أنت تريدين إرضاء الأهل لكن أنت لا تحبين هذا الشخص وبالتالي هذه الخطوبة ستفسخ لأنه ليس هناك حب أنت تؤمنين بالحب أنت تريدين أن تنتظرين وصول توأم الروح وأميرك والأمير إلى حياتك يعني أنت لا تتوهمين فالحب حقيقة هذا كلام إيمان تحبين أن تحلم فاحلمي فالأحلام تتحقق أكتبوها أحلامك تتحقق والحب هناك من يقول أن الحب غير موجود وهي كذبة هذا ليس صحيح فقط من لم يعيش الحب يقول ذلك لكن من يعرف الحب وعاش الحب وأحبوه يعرف أن الحب موجود وأنا أقول لكم أنا أقول لك يا عزيزتي عيشي أحلامك فالحب حقيقة وقوة الحب تحرك الكون كله إذا كان الإيمان يحرك الجبال فالحب يحرك الكون والسماء أما بالنسبة لمن لديه حبيب ويسأل عن الحبيب الله هنا حزن 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 عامق بزاف ديال الحزن هذا الحبيب أول شيء هذا هنا إنجذاب عظيم ورهيب هذا الحبيب يهرب لأن هذا الحب عميق جدا وهناك جاذبية قوية قوية جدا نارية هناك جاذبية قوية نارية عظيمة غير عادية لذلك هذا الحبيب أراه يهرب أراه يهرب ويعود لماذا؟ لأنه يعاني أرى نفس الطاقة أنت تعاني وهو كذلك يعاني أريد بالتي خليوني نزيد الكرد لأنها قراءة قراءة عجبة هاد القراءة لأن تهيمن بزاف العاطفة لاتي نحت هادي واحد شوج هادي ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم قلت أن هذا هنا انجذب عظيم رابط غير عادي أقوى حب يعني رأيته لحد الآن هذه قراءة عاطفية يعني برج دلته هاي من العاطفة بزاف والحب العميق 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 يا ربي الحبيب الكثير 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 من الدموع يعني حب قوي قد يكون هذا الحبيب يحسب بجاذبية مغناطسية أنه تجعل عندما يراك أو يكون بقربك هذه القوة تدفعه إليك ويريد أن يحظنك ويريد أن يعانقك بقوة أصر على أنها أقوى قراءة حب رأيتها لحد الآن لهذا العام 2020 هذا سجين حبك والمشاعر متبادلة هو كما قلت يهرب يهرب لماذا؟ لأن أنت الجحيم وفي نفس الوقت أن تلفر دوس تفهمون؟ يعني نتكلم عن الطاقة وعن المشاعر بالنسبة له البعد جحيم لكن القرب جنة جنة النعيم هذا رابط قوي قوي وكبير بزاف أكبر من موجات البحر يعني عميق بزاف وعنيف لأني أرى هنا بزاف بزاف ديال معاناة دعوني نزيد الكارت لأني عجبتني هذه القراءة وقراءة عميقة بزاف بالله واو قبل أن أنسى الأبراج التي أراها أولا ما أكبر سلطة نحوت هوائية ميزان دلو مثلك وجوزاء ونارية أسد 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 حمل وقوس أخا قلت أن هذا الحبيب هذا الحب هذا الحب قوي وكبير مثل مهم عانيف مش غير قوي عانيف بزاف هنا الحبيب يعاني بزاف إذا كنت لا تعرف ذلك فأنا أقول لك أن حتى أنت ترى الحزن في وجهه يعني كتشوف وجهه هذا الحزن وهذه المعاناة الشديدة والقوية آسفة بزاف لكن هذا ما أراه يعني باش تشوفوا بأني صادقة أنا أقول لكم ما أرى عندما أرى رحانيات وهذه الأشياء أنا كنقلها لكم عندما أرى أموال كنقلها لكم عندما أرى فرح وسعادة أرى كنقلها لكم يعني دائما أقول لكم الصراحة لكن هنا الكثير الكثير من الحزن من أجل هذا الحب لماذا؟ لنرى لماذا؟ لماذا؟ رغم هذا الحب هناك معاناة هذا الحبيب كما قلت يذهب ويعود لماذا؟ لأنك أنت داءه ودواءه أنت سجينه أو أنت سجينته وهو سجينك والمفتاح في يدكم لكن لا يمكنكم السيطرة لأن الروح أقوى هذا حب روحاني حب روحي عفوا حب سماوي يعني أرى أن هناك جاذبية قوية وعواطف يعني هناك الكثير من جوج دي الأشياء يعني النار والعواطف واخا واصل أنت لا تستطيع تحرر ولا هو يستطيع التحرر هذه بعدها يعني يكتبوها لأنه حب أبدي حب سماوي لا يمكنك أن تتحرر منه ولا هو يمكنه تحرر منك هنا حب متبادل حب متبادل حب جميل جدا حب حب رائع عظيم ولماذا لماذا كل هذا الوخ هذا الحبيب ربما لديه طرف آخر وربما أنت لديك طرف آخر هذا الحبيب أراه أنه يعيش وحيد وحزين حتى وإن كان له يعني أهل وأسرة وربما حتى أطفال واخا لكن يعيش وحيد وحزين وأنت كذلك أنت تشعر بوحدة وبحزن عميق جدا هذا الحبيب قد تكون هذه يعني حب علاقها إما ثلاثية أو حتى ربعية وهذا الحب ليس الجديد بل له ثلاثة أو أربع سنوات أو أكثر لكن أرى أن الحب يكبر والشغف كذلك يعني هذا حب يعني دائما دائما يعني دائما موجود هذا الحب أبدي يتغني لا يفنى لا يفنى حتى بعد الموت سيبقى لماذا لأنه توأم الروح وتوأم الشعلاء وخيطك الأحمر وخلي ذلك هذه القوة العنيفة في العواطف مهم هذا الحبيب وصل لدرجة أنه يحتاج لإخراج ما في قلبه ربما كان حب في السر لكن وصل إلى مرحلة أن عليه أن يفجر القنبلة العاطفية لأن هذا ضمار بالنسبة دمار عاطفي عندما يكون بقربك يرتاح من جهة يرتاح يرتاح معك فأنت عالمه يرتاح ومن جهة أخرى هذا الجاذبية يحتاج يعني عقلك يقول له هزها وأهرب يعني اخطفها وأهرب بها تفهموا قد يكون هذا حب ممنوع وهنا أرى أنه لا يمكنه تحكم والسيطرة على المشاعر وهنا تعب تعب من الكتمان والهوت كذلك تعب من الهرب والرجوع هذا إدمان وهوس روحي لماذا؟ لأنه توأم الروح توأم الشعلة وخيتك الأحمر معاناة شديدة هذا الحبيب لديه خراب عاطفي أنا آسفة أرى الكثير من المعاناة هنا يعني بحالك بحالك هنا أرى الكثير من الدموع لكن باللاتي حبيبتي أنت وهذا الحبيب لديكم متخاطر طوال اليوم هو حزين وأنت حزين هو يبكي وأنت تبكي يحلم بك تحلم به يفرح تفرح نفس الطاقة لأنه توأم الروح وتوأم الشعلة وخي يعني يعني قوية يعني المشاعر تكون قوية والألم كذلك قوي بزاف لكن عزيزتي ارتحي لي أرجوكي فهذه القراءة في النهاية قراءة إيجابية رغم المعاناة لماذا المعاناة؟ لأنه توأم الروح والشعلة وهذا تكون يعني علاقة صعبة ومعقدة وهناك عوائق وهناك مهم تفهمون تعرفون ماذا يحدث مع هذا يعني هذا الحبيب عندما يهرب ويعود أنت تشفق عليه لأنك ترى هذا الحزن الكبير في وجهه يعني كتشوف يعني تعرفه تعرفه لأنه نواصل قلت أنك يعني تشفق عليه عندما يعود لأنها لأنك يعني تتعرف لأنها نفس المعاناة معانتك ومعانته بحال بحال نفسها مشاعر متبادلة خيطك الأحمر روح واحدة في جنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر